السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الرقم 13 في اللغة البرتغالية المتحدثين بالعربية وهذا الدرس سيكون حول يعني حرف الجر في مع أدوات التعريض إذن أول ما هو أو بسيرة نعمة في العربية يقابله في لكن بعد الجمل أو في بعض السياق الكلام يكون معنه ليس في بل حرف جر آخر سنراه في بعض الأمثلة إذن بصفة نعمة عندما نتكلم يعني عندما نتكلم عن الأمكان أو عن المكان نستعمل الأفعال إما سير يكون فكار يوجد أو إشطار يعني تهيئ يكون ولكنها تختلف عن سير كما رأينا في درس من قبل فسير تعني الشيء الدائم يكون دائما وإشطار يعني شيء يتغير بين ليلة وضحاها وهذا بعض الأمثلة على ذلك إذن هنا إذن أنا أكون في المغرب إذن معنى في ولكن يعني ممكن أتغير غدا سأكون مثلا في الجزائر أو أكون في فرنسا أو إسبانيا أو بورتغال أو ما إلى غير ذلك الليشبوة فيك أعيم بورتغال مدينة لشبوة توجد في أعيم في بورتغال إذن هي حالة دائمة من اللي يمكن تغيرها أو مكان كذلك لندرش أعيم إذن مدينة لندن توجد أو تكون في إنجلترا إذن إنجلترا لا يمكن تغيرها هذا المكان أو هذا الشيء الآن بإذن أعيم ما إيش أرتيكوش تفيني دوش أرتيكوش تفيني دوش كنا رأيناهم في الدرس رقم 11 لأنهم ضروري أن تعرف متى تضيفوا الأرتيكو ومتى لا تضيفوا ومتى يكون مؤنث أو مذكر أو ما إلى ذلك الآن نعود إلى هذا الدرس والقاعدة في الأول مشكلين ومشكلين يعني المذكر وعندما يكون مفرد أعين زائد أو تصبح نو وأعين زائد أوش لعدة التي هي جمع تصبح نوش أو في المؤنث في منينو مفردها أعين زائد أو تصبح نا وأعين زائد أش تصبح ناش هنا بعض إذن بلوش يعني بعض الأمثلة المثال الأول التي نراه هنا يسمى أعين نوترو نوترو يعني محيث هذه الحالة لا نضيفوا يعني كلمات هناك كلمات لا تقبلوا أو كلمات في سياقها لا نضيفوا لها في هذا المثال مثلا عندما أتكلم على أني أكون في المنزل ففي المنزل خاصة لا نستعمل أعين ومثلا في بعض الدول مثلا كما رأينا من قبل إجتو أي مغوكوش إجتو أي بورتوغال مثلا إجبوا بعض الأمكان التي لا تقبلوا أن تكون لها أرتيكو ديفيدو النثال الآخر الآن هو نو أشاكو اشطاء نو بنكو إذن نو أول هنا فيه لكن هنا ماذا تعني الحقيبة توجد على المقعد إذا المعنى نو هنا ليست فيه بل عالم عاما هي فيه لكن بعض الحالات تكون مختلئة نو نو أل نو نو في اليوش هو يفكر دائما في الأطفال أو يفكر دائما حول الأطفال المعنى صحيح بالإثنين في يمكن أن يكون صحيحا كذلك في اللغة العربية بالنسبة نا أنا أتمشى إلى الجامعة أو أنا ذاهب إلى الجامعة إذن هنا لم تعود في بل إلى أنا ذاهب إلى الجامعة إذن معنى تغير أو حرب الجامعة تغير بالنسبة لنا هل تحققت من الأدراج؟ تحققت من الأدراج؟ إذن هنا تعني من أو في هنا تعني في ممكن أن تكون في في الأدراج هل تحققت في الأدراج؟ هذا هو الجواب الصحيح الآن نمر إلى تمارين لنفهم أكثر ونفعل هذا الدرس أو أشتو غوة ماش وأحمد فكو كازا إذن الجواب الصحيح الأول يكون هو نا غوة لماذا نغوة؟ لأن غوة هو مكان ومؤنث وإشتو أكون إذن نستعمل نا والثانية وأحمد ماش لكن أحمد فكو أحمد باقية في المنزل وقلنا أن المنزل في هذه النهية لا يقبل أن تكون له أرتيكو أو التعريف نوش مراموش سنترو دي لجبوه إذن الجواب الصحيح هو نوش مراموش سنترو لماذا؟ نحن نسكون في سنترو سنترو يعني مذكر وقلنا نقول أو سنترو يعني المركز المدينة لجبوه جواب صحيح إذن يكون في نو ترابالو في العمل لأنه مذكر مفرد الجواب صحيح يكون هو نا أفنيدا هم يسكونون في أفنيدا إذن أفنيدا مؤندا ومفرد لوش أنجلش أي إشتادش أونيدوش دا أمريكا إذن هو نوش لماذا نوش؟ لأنه أولا مذكر وجمع إذن مدينة لوش أنجلش تكون في في الولايات المتحدة الأمريكية أولاش أبرين ديموش أفلار بورتوغيش إذن جواب ناش أولاش لماذا ناش؟ لأنها جمع ومؤنثة ناش أولاش إذن في حصص نتعلم ماذا نتعلم نتعلم نتكلم بالبرتغالية أو تانيو أميغوش بورتوغال إذن جواب صحيح يكون هو أين بورتوغال أنا عندي أصدقاء في البرتغال إن المقدم بورتغال لا تقبل أن يكون لها أرتيكو إذن تبقى أين التمرين الثاني هو أحمد فيف كندا كما عرفنا بأن كندا لديها أغتيكو أو لأنها مذكرة تستملي تسمو أنها توقع أنها عندها أ إذن أحمد يعيشوا في كندا في دولة كندا أليش إشتاعوا بريميروش لغاريش هم إذن الجواب صحيح يكون هو نوش لماذا نوش؟ أولا أوش بريميروش هو مذكر والجمد هم يكونون في مدى الأماكن الأولى أماكن الأولى لغاريش بريميروش أو بالنسبة لهذا الثالث إلاش إشتاعوا بريميرش في لغاريش إذن الجواب صحيح يكون هو ناش بريميرش في لغاريش لأنها مؤنثة ولأنها جمد إذن هنا إشتاعوا يكون في الصفوف الأولى قائمة الإنتظار أوليفرو إشتاع ميزة جواب صحيح هنا ماذا؟ ناميزة الكتاب يوجد كما لاحظتم في الأول نوبانكو هنا ناميزة طاولة إذن ناميزة على الطاولة لا نقول في الطاولة ممكن نقول في الطاولة لكن ليس تعبيرا صحيحا في اللغة العربية نقول على الطاولة إذن الجواب صحيح يكون هو أين لماذا أين؟ لأن باريش هي مدينة والمدينة أو المكان لا يوجد له أرتيكو بالنسبة ليس له أي معنى إذن أخي إشتاع في هذه اللحظة يوجد في مدينة باريش الآن ممكن بعد ذلك سيتعالي هنا استعملنا إشتار أشاف ناوشتا كاغو أشوكيشتا مالا الجواب صحيح يكون هو الأول في ناو ماذا؟ ونو لأن كاغو هو مذكر ومفرد إذن والثاني هو نا لماذا؟ مالا مؤنذا ومفرد المفتاح لا يوجد في السيارة أعتقد أنه يوجد في أين؟ ناوالا في الحقيبة أو بيدرو يسافر دائما الجواب صحيح يكون هو في ناوش أفياوش 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 إذن هي جمع ومذكر إذن في ناوش دا طاب طاب هي الشركة البرتغالية للطيران وأكون أقدا هيت هذا الدرس شكرا على متابعتكم أتمنى أن كنت موفقا في شرح هذا الدرس في درس قادمين إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة